الموضوع اللي حبيت نتكلم عليه هو أنه بلغاً لحد الآن معلومات ليست لأني أنا قاعد قبل البدن المباشرة جالس نبحث في موقع وزارة الخارجية وفي موقع الوزارة الأولى وفي موقع رئاس الجمهورية ما قريتش بصراحة لكن تطريش كلام تطريش كلام يقول أن الجزائر طلبت من الوفد الفرنسي تأجيل الزيارة الرسمية اللي المفترض أنها بعد غد يعني يوم عشرة أبريل كان وفد رسمي رفيع المستوى يعني من الوزير الأول وعدد من الوزراء راحين يزوروا الجزائر بلغني أن الجزائر طلبت تأجيل هذه الزيارة إلى وقت اللاحب السؤال لماذا؟ لماذا؟ سأجيبكم لكن قبل الإجابة على هذا السؤال دعوني أقف عند نقطة مهمة ومهمة جداً قائد أركان الجيش الفرنسي في زيارة رسمية إلى الجزائر طبعاً لا علاقة شكراً والحين قائد أركان الجيش الفرنسي في زيارة إلى الجزائر هذه وحدها مبرمجة منذ أشهر طبعاً والوفد الرسمي السياسي بقيادة وزير الأول الفرنسي هذه منفصلة نفس الشي ومبرمجة منذ أشهر يعني هذا هو وفد رسمي ما هوش البالح كانوا هنا عاديين والله يوش رأيك رحوا نشربوا قواب تزير لا ترتيبات وإجراءات تنمية وبروتوكولية وأمور كثيرة الوفد الفرنسي العسكري قائد الأركان في لقاءه مع قائد الأركان الجزائري الفريق شنجريحة شي مهم اللي يخلي الشعب الجزائري يعتز ويفتخر وينفع راسه عالي أنه قائد الأركان الجزائري شنجريحة الذي يتقن اللغة الفرنسية يعني اتقال يتكلم باللغة العربية أمام الوفد الفرنسي ويرغم يعني أو يحتم على الوفد الفرنسي استعمال سماعات ترجمة كان قادر يتكلم معهم بالفرنسية ويدير خطاب بالفرنسية مثل العادة لكنه أراد أن يوصل لرسالة مهمة أتكلم بالعربية وسيل الإعلام عدنا منش عارف قلش ما نتبهوش لهذا النقطة المهمة اللي عندها قراءة سياسية واجتماعية وثقاطية وثنية وعسكرية وأمنية كبيرة أحيي تحية الجزائري لجزائري فحل يعني مش غريب على شنجريحة أنه يعطي درس لباقي المسكولين الجزائريين أنا بالنسبة لي قائد الأركان أراد أن يوجه رسالة لباقي الوزراء والمسكولين أنه لما تكونوا معنا وضارعكم الأجانب تكلموا بلغتكم الرسمية الجزائري تكلموا باللغة العربية تكلموا معه ربي يحفظ اللغة العربية ألا من بجلش الرؤاسة ربي يحفظ قائد الأركان أراد أنه لا يدارش في نفسية قائد الأركان شنجريحة ما يدارش نفسية فينا ما نقولش كبير خيره لا نقولوا أنه قام بالواجب تاوي نتكلم بلغة الرسمية الجزائرية وبالتالي نحييه تحية الأحرار الشرفاء لقائد الأركان الفريق شنجريحة الذي رفع رأس الجزائر والجزائريين واللغة العربية الرسمية بالجزائر رفعنا عالي تحية لغة يصر بخصوص الوفد السياسي الفرنسي أنا بعد ما بحثت ومسقسيت واتصلت بعض المصادر اللي يفق فيهم طبعا توصلت النتيجة هي أنه وفد فرنسي يزور المغرب وهذا الوفد الفرنسي زار مدينة أغادير المغربية ومدينة الداخلة الصحراوية المحتلة نقطة مهمة وفد برلماني فرنسي تقوده نائبة رئيس لجنة الصداقة أو جمعية الصداقة الفرنسية المغربية وهذا النائب هذه ناطق رسمي باسم تكتل رئيس الجمهورية الفرنسية مطر يعني عندها ثقل وتمثل الحزب الذي يساند أو تكتل من الأحزاب مجموعة من الأحزاب التي تساند الرئيس الفرنسي وتسانده وتدعبه طبعا في البرلمان الفرنسي يعني كتلة رئيس الجمهورية راحت إلى مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة وما يعتبرها طبعا مغربية لأنها محتلة لكنها صحراوية طبعا من الأراضي المحتلة بالتزامن مع زيارة الوفد الفرنسي إلى الجزائر إذن أنا في اعتقادي وأتمنى أن يكون هذا الكلام صحيح أن الدبلوماسية الجزائرية وأحيي وزير الخارجية بوقدوم والوزير الأول جراد ورئيس الجمهورية أبنو جيتبو نحييهم على القرار الشجاع القرار الوطني القرار الصائب لأنهم شافوا أنه من غير المنطقة من غير المعقول واعتبروها خيانة واعتبروها غدرة واعتبروها محاولة لي ذراع الجزائر وإرغامها ووضعها أمام أمر الواقع وضعها أمام أمر الواقع كيف؟ أنه جاي وفد للجزائر لكن يروح وفد إلى الداخلة المحتلة ويعرفوا موقف الجزائر أنها ضد إذن الجزائر قالوا لا نأجلوها وروحوا وكملوا العرس في المغرب وفي الداخلة أربي سهل إليكم ومن بعدها تكملوا عرسكم أروحوا عدنا إحنا مجوش عدنا إحنا في نفس الوقت اللي تلعبوا يعني على الحبلين شدي العصام الوسط رايحين مننا تلعبوا وجايين مننا تلعبوا هاي هاي لا يا بيض يا صوت جايين عدنا وفد رسمي ما تستفزوناش لأنه زيارة الوفد الفرنسي إلى مدينة الداخلة المحتلة هو استفزاز للجزائر في هذا الوقت بالذات لأنه لو كان راحوا للمدينة الداخلة المحتلة في أي وقت الله يسال عليهم هذا الأمر خصو يروحوا في الصيف في الشتة في عاشورة رب يسال عليهم لكن أنكم تروحوا بالتزامن بالتزامن مع زيارة وفد رسمي إلى الجزائر لا ما نقبلوهاش إذن كملوا العرس تعاكم بالقاية طول البندير في أقادير المغربية والداخلة الصحراوية وبعد كي تكملوا العرس تعاكم أروحوا عدنا الجزائر إذن أحيي الدبلوماسية الجزائرية وأحيي الدهاء والذكاء الجزائري في هذا النقاط أنا موقفي واضح حتى أيام بودفريقة سواء العهد الأولى أو الثانية أو الثالثة قلت أنا أحيي الدبلوماسية الجزائرية وأتفق تماماً مع مواقف الدولة الجزائرية الخارجية ودائماً أقول لي أنا معجب بالقرارات الشجاعة والوطنية للرئيس تبون في القضايا الخارجية القضايا الداخلية عاملها هو ذي العلو بالعلو لكن القضايا الخارجية عاجباً موقفه من القضايا الصحراوية وموقفه من القضايا الفلسطينية اللي هي قضايا ثابتة بالنسبة للشعب والدولة الجزائرية الشعب والجيش الجزائر موقفنا ثابتة إذن تأجيل الزيارة الرسمية للوفد الفرنسي هي درس للفرنسيين باش ميزدوش يلعبو راي راي والله يحبو يلعبو الواي واي والهاي هاي ولا الوطواطي والسفزافي على ظهورنا لا روحوا للداخلة الصحراوية وروحوا الأقادير المغربية كي تكملوا أروحوا عادي بالرغم أنه موش نفس الوفد هذوك وحدهم نواف البرلمان وهذوك حكومة لكن نتمنى قبلوش لأنه لو كان كان نواب معارضين نواب الحزب اليمين المتطرف ممكن قال ما يهمناش لكن لا هذو نواب رئيس الجمهورية نواب الأغلبية نواب الحكومة نواب يعني الرسمية الفرنسية إذن الأمر غير مقبول إذن نتمنى أنه يكون هذا هو التحليل الصائب أعود وأحيي قائد الأركان الفريق شندريحة على الموقف الرجوني الموقف الوطني والموقف الثابت الذي يؤكد ويبين ويبرهم أن الجزائر بالفعل تسير نحو عهد جديد ونحو عقلية جديدة ونحو تثبيت المواقف الثابتة التي هي لا للمساس بمقومات الأمة الإسلام دين الدولة اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة الجزائرية نعم اللغة العربية وحدودنا مع الدول الجوع الأرض والعرض اللغة والدين قائد الأركان لما يتكلم ويبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويتكلم بالعربية اللي رسالة واضحة والصريحة لغبار عليك